كانت جلسة ماراثونية بداية الجلسة انخفاضات لربما قاربت الأربعة في المية ومن ثم عودة سريعة لتقليص هذه الخسائر في بعض أوقات الجلسة وصلت إلى واحد ونصف فقط في المية لربما اتفتاح السوق والأداء السلب مع بداية الجلسة كان أمر متوقع لربما هذا التوقع ساهم بالانخفاضات الحادة التي شفناها ولكن يحسب للسوق عدة ملاحظات التي شفناها أول شيء لارتداد السريع انخفاضات جاءت سريعة أول ربع ساعة سوق بدأ في تقليص هذه الخسائر يمكن أن نصول تقريبا الواحد وسبعة من تلاجعات رقم اثنين حجام تداول الفترة حالي هذه الخسائر جاءت على فجوات سعرية لم يكن هناك عمليات تسييل قوية متتابعة جاءت السوق فتحت أصلا بفجوات سعرية منخفضة أي أنه من قام في البيع هو قام ببيع سريع بيع خوف كانت عملية خوف التي تسيطر عليها ومن ثم السوق عاد وتدارك نفسه رقم ثلاثة أنه شفنا بالرغم من نهاية الجلسة إغلاقات سلبية إلا أنه في أسهم لا بأس فيها أغلقت في المنطقة الخضراء وبحجام تداول مرتفعة باتقالي سلوك حتى متابعين أثناء الجلسة لربما كانت هناك تخوفات كبيرة قبل بداية الجلسة لأنه يكون هناك تراجعات حدي على اعتبار أنه الارتفاعات الكبيرة لشهادها سوق دبي لم يكن هناك عمليات تصريح بالفترة الأخيرة أسهم مضارباتية بشكل كبير لربما كانت توقعت أن يكون التأثر أكبر منه أكبر مما رأينا اليوم ولكن أول ربع ساعة عاد الشعور العام إلى بعض الإيجابية لربما هذا السلوك ربما بكرة سنشوفه يتعزز أكثر إذا ما استطاع السوق التماسك عن هذه المستويات وإضافة بعض المكاسب ربما تعود الأمور على ما كانت عليه بالفترات السابقة حسام أيضا قد يكون السبب بلاقي البعض أيضا تراجعات لشهد الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي بتأثر بلاقيك على هذا السبب عشانيك أنا قلت لك وبدأ سوء اليوم جاهز حاله على عمليات تراجع كنا أتوقع عمليات تراجع الأسواق القيادية بالفترة الأخيرة حركتها حركة حيادية فما كانت تدعم السوق بالشكل الكبير فربما كانت توقعت أنه قد تكون تتاولات هذا اليوم هي بداية عمليات تصحيح التي ينتظرها عدد كبير من المتعاملين ولكن بأسواق الإمارات حتى اللحظة وبسوق دبي تحديدا الشعور الإيجابي التفاؤلي ما زال هو المسيطر أكبر على حالة تداولات رغم هذا الشعور تعدى فكرة حتى فقط الأساسيات لا اليوم نحن ما نحكي حتى الأساسيات نحن نحكي أن الأسواق مرتفعة وسوف تستمر بهذه الارتفاعات يعني عمليات تصحيحة مش تحقا تكون لفترة طويلة حتى الآن عمانة مشوفة يوم لا تتجاوز اليومين نحن تقريبا من شهر 12 اليوم كل عمليات تصحيحة تتجاوز اليومين اليوم والثاني هذا يدل على مدى تمسك المتعاملين بمراكزهم بالرغم من المكاسب يحققوها تدل أيضا على مدى مستويات السيولة باعتقاد المرتفعة جدا التي ما زالت خارج الأسواق والتي ما زالت تنتظر أي عملية تصحيح لربما في السابق ننتظر 10% أو 15% تراجعات من أجل الدخول مرة أخرى اليوم لا أي 5% لربما بالتراجعات قد اعتبرها فرصة للدخول لأنه شفنا الفترة الماضية من كان ينتظر عملية تصحيح لم تأتي عملية تصحيح والارتفاعات المتالية أدى إلى أنه معظم متعاملين أصحاب الكاش ما زالوا خارج السوق فعشانيكم نشوف أي تراجعات لو كانت بسيطة نرى استغلال ودخول سيولة جديدة إلى الأسواق سيد حسام تراجعات التي شاهدناها قوية في بلايات هذه الجلسة كما ذكرت لها 4% عادة وقلصة منها بشكل واضح لكن بالرغم من ذلك شفنا الأسهم القيادية كانت سمرت بتراجعاتها قوية أعمار شفناها سمرت بـ 2.5% تقريبا دبيل الإستثمار أيضا ما الذي دفع السوق إلى تقريب هذه التراجعات بشكل قوي خارج السوق دبي من تقريبا من شهر الماضيات تعطينا نفس التحركات الأسهم القيادية خصا ذات الوزن الكبير على المؤشه إعمار ودبي الإسلامي تدفت الماضي ما زالوا محافظين على ارتفاعاتهم السابقة دون نشاط يذكر اليوم نحن نحكي تداولات ومش اليوم بس حتى في فترة الماضية تداولات تقارب 2 مليار لا نجد تقريبا 10% على الأسهم الكبيرة ففي نوع من تحييد هذه الأسهم والاستفادة من وزنها النسبي في تثبيت المؤشر والمحافظة ارتفاعته والتوجه إلى الأسهم ذات المخاطر المرتفعة في الأون الأخيرة سيطر تداولات على الأسهم اللاقين كانت يعني شفنا الأسهم اللي متأخر اللي ما استفادت من الارتفاعات الماضية وتحديدا الحديث عن ساهم أربتك بالفترة الماضية رأينا التركيز عليه وربما تقريبا هو الوحيد في جنسة اليوم على ارتفاع على كل حال سوف أعود وأتابع هذه النقطة بالتحديد بعد فاصل قصير تفضل بالبقاء